موسيقى العشرة نوميدي أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأكارم إلى هذا البث المباشر وهذا العدد الجديد الذي سنتطرق فيه إلى تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا فلماذا هذا التراجع وهل سهمت إجراءات الحجر الصحي المنزلي في تراجع أرقام إصابة فيروس كورونا كما سنتطرق أيضا في هذا الموضوع إلى مدى احترام المواطنين لإجراءات الحجر الصحي لكن قبل هذا أو قبل الخوض في هذا الموضوع دعوني أرحب بضيوفي الكارم أبدأ أبي الدكتور طيب محمد دقماري أهلا بك الطبيب صباح الخير أيضا أرحب بالسيد علال بوثلجة رئيس بلدية سيدي موسى أهلا بك سيدي صباح الخير وشكرا على الاستضافة شكرا على قبول الدعوة كما سيكون حاضرا معنا عبر الهاتف مباشرة الملازم الأول للشرطة إسماعيل برعدة رئيس خالية الإعلام والاتصال على مستوى أمن ولاية تيبازا بداية دكتور محمد دقماري يوم الثالث من أبريل سجلت 185 حالة إصابة الرابع من أبريل سجلت 80 حالة أمس سجلت 69 حالة إصابة بالداء الإجمال هو 1320 حالة إصابة بالفيروس لو لاحظنا الأرقام المسجلة خلال الثلاثة أيام الأخيرة لو وجدنا أن عدد الإصابات في تراجع قراءتكم دكتور شكرا الحقيقة أنه أنا دائما أقول للمواطنين وأقول لنفسي وأقول للجميع أن التعويل ليس على الأرقام كثيرا الأرقام مهمة ربما للجهات التي تسير الوباء وهي وزارة الصحة مدرية الوقاية بالأخص ولكن المهم هو مدى التزام كل واحد مننا بتدبير الوقاية وتدبير الحجر الصحي لأن هذا هو المهم لأن الأرقام قد ترتفع قد تنخفض لأنه هي متعلقة أصلا بالمسح الكشفي بمعنى أنه كلما توسعنا في إجراء الفحوصات على الجهات ربما ترتفع الأرقام وربما تنخفض لكن بصورة عامة الأمور خلال الأسبوع الماضي في الجزائر يعني أمور مستقرة إلى حد كبير مستقرة وهي مؤشرات إن شاء الله مدى لابد أن تعزز لابد أن كل واحد فينا يلتزم بتدبير الحجر ويلتزم بالتدبير الوقاية وهي التباعد وهي عدم الدخول في الزحام وأمور من هذا النوع هي التي تجعلنا إن شاء الله خلال الأسبوع القادمة نخرج تدريجيا من هذه الأزمة لأن هناك عدة سيناريوهات عالمية العالم كله الآن يطلح حل من خروج من سبيل هل سنبقى هكذا حبشي البيوت؟ هل العالم توقف؟ إلى حد الساعة الأمور غامضة لا هي غامضة لكن بالنسبة للخبراء والعلماء الأكيد أن هناك سيناريوهات السيناريوهات تتمثل في شيئين السيناريو الأول أنه وهو ما يراهن عليه العالم الآن هو إحداث مناعة موسعة لكن مناعة موسعة بأقل خسائر ربما النظرية الإنجليزية التي سمعوا بها كثير من الناس وهي مناعة القطعان لم تنجح لأنه فيها خسائر كبيرة لكن هذه المناعة الذكية بمعنى أنه غالبية الناس تلتزم بالحجر وفي الأثناء هناك يعني مناعة يكتسبها كل الناس لأنه قلنا أنه كورونا أو الإصابة أو العدوى بكورونا ليست خطيرة عند 80% وأزيد يعني تمر مرة السحاب وعند تقريبا 15% باختلاطات أو متوسطة إلى بسيطة وعند 5% أو 4% ربما لقدر الله يدخلون للعناية الحرجة فنحن ما يهمنا في كل هذا هذا السيناريو الأول السيناريو الأول هو أن يكتسب الناس المناعة تدريجيا وإن شاء الله خلال الأشهر القادمة أو خلال الأسباع القادمة ربما فسيخرج العالم تدريجيا من هذا الأمر السيناريو الثاني وبالنسبة للسيناريو الأول أنه كورونا قد تصبح كالزكام الموسمي يعني تصبح في كل خريف أو في كل مرتين في العام تظهر كورونا وتمس ناس وقد تضر بأناس لكن يخرج العالم تدريجيا من الحالة الوبائية الشاملة السيناريو الثاني هو أنه خلال الأشهر أو القادمة وأقول الأشهر لأنه تطوير لقاح لابد له من مسيرة بين 8 إلى 9 شهر 8 إلى 9 شهر أن يكتشف العالم لقاح لكورونا ويخرج الناس يعني يلقح على الأقل الفئات الهشة والفئات المعرضة للخطر تلقح وسيناريوهين يعني مع بعضهم يقول لنا أنه الحكمة التي يجب أن يحفظها الجميع أنه صبر أيام أحسن من أزمة دائمة أن نصبر أن نصبر أن نصبر يعني في هذه المرحلة لا بد لنا من صبر حتى نخرج من هذه الأزمة أما قضية الأرقام قد ترتفع قد ترتفع لقدر الله قد تعلن يعني بالمسح الوبائي الموسع قد تعلن وزارة الصحة عن أرقام جديدة وهذا ليس مخيف أن تعلن أننا في منطقة بعينة أو في الجزائر ارتفعت أرقام الحاملين لفيروس كورونا هذا ليس خطير الخطير هو عدد الضحايا هو التوسع في الانتشار الوبائي الذي يمس الفئات الهشة وكي لا يمس الوباء الفئات الهشة فلنلتزم بالحجر فلنلتزم بالحجر السيد علال بوثلجة وأنتم على رأس بلدية السيد موسى صراحة هل يوجد في تجاوب من قبل المواطنين نأخذ بلدية السيد موسى كعينة من بلدية الوطن هل في تجاوب من قبل المواطنين بخصوص تطبيق إجراءات الحجر الصحي هل لمستوها على مستوى بلدية السيد موسى بسم الله الرحمن الرحيم نحن بالنسبة لنا نشوفه بمستوى التجاوب هو مستوى مقبول جدا لكن قارنوه بكمل دول العالم لأنه اليوم عندنا الطلاع آني بكل ما يجرى في العالم وشفنا بلي كين المجتمعات لي هي ربما أكثر يعني مستوى وعي منها أكثر روقيا عندها أكثر ميكانيات للتواصل ومستوى الحجر فيها رهو متذبذب وحتى أن الدول هذه بدأت تفرض في غراماته ومشات حتى الأكثر من ذلك القوة وحتى أنه في الفيديبين مشات الأكثر من هذه واليوم في أمريكا حالة الطوارئ في خمسين ولاية يعني تدخل الجيش حتى يفرض هذا الحجر الصحي نحن فقط في الجزائر كين عاملين أساسيين هما اللي أثروا على الحجر الصحي هذا وعلى النجاح نتاعه الكل جميل العامل الأول اللي نشوفه هنا هو هذه ردة الفعل عن الناس لأن الناس ما هيش متعودة تبقى في بيوتها لفترة طويلة طيلة اليوم خصوصا الناس اللي تعمل واللي تدرس واللي عندها مشاغي اليومية تغيير ممط الحياة تغيير ممط الحياة في ساعات قليلة يفرض ردة فعل نفسية اللي مشي دايما الإنسان يتحكم فيها خصوصا أنه الوسائل نتاعه عنها تاعة التواصل وتاعة الإقناع وتاعة التوجيه يعني المعلومة ما رهيش في المستوى الكبير اللي لازم العامل الثاني اللي نشوف هنا هو اللي هو أهم هو أنه بعض الناس حبت تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة غذائية وهذه اللي أثرت كثيرا على الحجر الصحي اليوم لما أنت تفرض حجر صحي جزئي أو كلي وبعدها تمشي دير طوابير طويلة على مواد غذائية هنا هي عملية تكسير الحجر الصحي بطريقة غير مباشرة هنا الهدف غير واضح لعليش ماشيين أنه نكسروا الحجر الصحي بأزمة غذائية مفتعلة هذا هو السؤال اللي ينطرح اليوم أنا نقول بأنه يجب القاعدة بالرغم من تأكيد السلطات الوصية على أنه كل المنتوجات الضرورية المواد الغذائية الضرورية متوفرة لا هي أزمة شوف هي أزمة مفتعلة ما يختلفوش اثنين لأن الأزمة تخصها مادة واحدة وهي مادة سامت في الوقت اللي الدولة، الرئيس الجمهورية، الحكومة، وزير الفلاحة، وزير التجارة يقول بأنه ضخينا ضعف الكميات العادية وتبقى الطوابير لمنتهية وصفوف وراء صفوف وخطر محدق بكامل الناس لنتعى العدوى أنا نقول بأنه مدام مست مادة واحدة أنا درت نيدا عندها يومي لسيد وزير التجارة وسيد رئيس الحكومة هذه المادة تاع الساميدي لستلزم الحل أنه نوقف التوزيع انتها مدة معينة عشر يام أو 15 يوم ونشوفه الكميات هذه ونرى هي تمشي مدام هذه الكميات مضاعفة وما كفتش أنا نظن بالكين قرار لازم نصحه هو أنه سمحنا للمطاحن وسمحنا للموزعين بالجملة أنهم يبيعوا مباشرة لأنه هذو هما اللي زادوا سودوا الصورة لأنه جعلوا نقاط ممركزة انتعى الناس أنه تمشي لها نخليه طبيعة التوزيع كما كانت مقبل الأزمة هذه ونخليه مادة السامية تمشي ولكن بقاة الأزمة يجب التفكير جديا في توقيف التوزيع انتها مدام كل المواد الأخرى متوفرة وفي الكميات اللي لازم وحتى عملية الحجر أنا نقول بالحجر الصحي في الجزائر راه يفرض بطريقة ذكية أنا نتصور أن السيد الرئيس الجمهورية لأنه صالحيات الحصرية أنه يدير الحجر الصحي كلي أو جزئي راه يدير فيها عن طريق نصائح نتعلى اللجنة الوطنية لتسيير الأزمة هذه نتعلى الكورونا أنا متأكد أنه التوجيهات اللي رأي تتمد حتى المصالح الأمن أنه التعامل يكون بذاك يعني حتى في البوليدة وإن كين حجر كلي رأنا كين بعض التساهل في أنه الناس تروح تقتاني المواد الغذائية ما شفنا حتى سوق الجملة لا خضر وفواكه ولا لحم ولا أي شيء وحده أخر متوقف الناس كامل تعمل التعليمات أنت سيد الوزير الأول سمحت بنقل البضائع بدون رخصة قبلية استثنائية أمور سالسة كل شيء الأمور سالسة ما نفهموش على شهاد البعض الناس لأهداف مبيتة حبت تفرض أزمة غذائية في مكان الأزمة الصحية اليومي لكن الجهد لازم يمشي يمشي كما كان يقول الدكتور يمشي إلى حجر الصحي حتى يكون جزئي ولكن إلا كان مستوى للتزام كبير خصوصا أن الإجراءات اللي اندارت على أن كل المؤسسات عمومية أو خاصة لازم تعمل بخمسين بالمئة من عدد العمال التخفيف من عدد الناس اللي تمشي وتخرج بدون سبب واضح مقنع وقفنا وسائل النقل غلقنا الحدود الناس اللي كانت خارج البلاد هذه تشوف هذه ثانية لازم توقفوا عندها وننوه بها لأنه هو ثاني إجراء قوي وشجاع وفيه الكثير من دور الاجتماعي تعد دولة الجزائرية أنه عندك أكثر من خمسة الاف رعية جزائري خارج البلاد تجيبهم على حساب الدولة هذا الشيء ما وقعش في دولة أخرى دول متقدمة بعيدة علينا بسنوات ضوئية كندا فرضت على الرعاية انتاحها يدفعوا 1200 دولار زيادة على التذكير اللي كانت مدفوعة مسبقا حتى تم الإجلاء انتاحه وبعدها لما يلحق البلاد انتاعه وهذه الطبقة في كامل الدول الأوروبية يدفع ثامن الحجر الصحي في الفندق أو المركز انتاع الحجر الصحي جزائر كل شيء بالمجر نحن مكاش دولة في العالم كانت عندها شجاعا لإخطاها سيد رئيس الجمهورية والحكومة أنه تجيب الناس بدون مقابل وتحطهم في فنادق تاربعة وثلاثة نجوم كل شيء على عاتق الدولة ومدة 14 يوم هذا الشيء اللي يجنبنا نقول جنبنا كارثة صحية لأنه كان الناس هادو دخلوا مباشرة في المجتمع كان رح يكون عندنا بلك الألاف جميل ربما قرار يضاف إلى القرارات الأخرى الإيجابية التي أتت بها رئاسة الجمهورية نعود نولي لك دكتور محمد قماري بالإضافة إلى الوسائل الوقائية الصحية كغسل اليدين بانتظام وترك المسافة ما بين مسافة الأمان ما بين المواطنين في حد ذاتهم ألا تعتقدون بأن إجراءات الحجر الصحي المنزلي أتت أكلها وسهمت إلى حد ما في تراجع عدد الإصابات نحكيه على الثلاث أيام الأخيرة أم أن الوقت لا يزال مبكر للحكم على هذا الحجر المنزلي وعلى الأرقام في حد ذاتها دكتور الحكم يحتاج إلى عشر أيام إضافية اتداء من اليوم جميل ربما في العشر أيام القادمة ستظهر إن شاء الله نتائج هذا الحجر والوعي لأن الحجر بالمعنى النفسي الإكراهي ربما ما يأتيش بما لم يكن هناك قناعة وهذه القناعة هي التي نراهن عليها نحن الأمور ليستجل للناس يعني ليس بقرار حكومي ولا قرار سلطوي أن الناس تبقى في بيوتها هذا وباء عالمي فيه خطر حقيقي يتهدد قطاعات كثيرة من المجتمع هم أبائنا هم ناس ربما عندهم أمراض مزمنة ناس طبقات هشة صحية هذه هي الفئة المهدد أكثر صحيح أنه كان استثناءات هناك بعض الشباب رحمة الله عليهم قدوا نحبهم يعني ليس هناك حماية لكل الناس ولكن بسرعة عامة أن هذه الفئات هي المعرضة أكثر فمتى كان الوعي متى انخرط الناس في عملية وعي أن القضية ليست غير واقعي ربما سيد الرئيس البلدية أشار الوهد الحاجة مهمة جدا الناس تروح تتسوق يعني مش ممكن أنه نحجره وحتى طريقة التسوق دكتور لو تسامحني وهذا هو المهم جدا يعني كارثة هذا هو المهم جدا يعني قضية الوعي قضية الوعي أن الناس لا يستموت بالشر لا يستموت بالشر وفي كل بلدان العالم هناك حاجر منع ولكن الطريقة يعني أن نكتسب سلوك حضاري يتلائم مع المرحلة التي نحن فيها يعني خراثة أنه مادة السميد ربما كثير من الناس عمرهم ما يعجنوا خلال العام يعني ربما وهذه حقيقة هذه ولكن الآن نظهر السميد أو الفارينة أو باللي مهمة جدا والناس كل در يعني الجزائر الحمد لله ولكن كتبت هذا الأمر ربما حتى أن المخابس مفتوحة على طوال طوال أيام يعني أنا مرة يعني في الأيام الماضية كتبت على شيء أنه واحد من المتقعرين كما يقولوا في اللغة يكتبون أنه بعض الجزائرين يأكلون قلت له هذا كلام غير واقعي يعني ما كانش بلد في العالم الآن أتحدى أنه بربع أورو تشري خبز دين وليتر حليب خمس ألاف يعني خمسين دينار يعني ما كانش بلد في العالم يعني نعرف أوروبا أنه الخبزة بأورو واحد أورو يعني واحد أورو الخبزة يعني فإذا كان أنك تشري بربع أورو خبز دين يعني في الجزائر يعني قضية الغذاء والحمد لله أن نحمد الله أولا على هذه النعمة التي نحن فيها والإنسان أن يعرف لأهل الفضل فضلهم هناك وناس يعني تعمل جهود كبيرة في هذا صحيح نحن كين أخطاف كين هناك وليس هناك بشر معصومون ولكن أن نعترف لأهل الفضل بفضلهم وأن يكون الإنسان عاقل لأن هذه قضية الحجرة صعبة نفسية صعبة في كل العالم وأنا طبيبا أقول لك صعبة نفسيا أن الإنسان أنه يكسر عاداته وأن الإنسان يلتزم مدة ساعات طويلة أو مدة اليوم في مكان محصور ولكن المهم جدا هو أن نعرف أننا كلما التزمنا أكثر كلما قللنا المدى جميل أعود إليك سيد علال بوثلجة خبرنا عن إجراءات الحجر الصحي في بلدية سيد موسى كيف تتعاملون أنتم كأعلى هارم على مستوى بلدية سيد موسى كيف تتعاملون مع إجراءات الحجر الصحي نحن نشوف في الأزمة هذه الجماعات المحلية عندها دور عندها دور محصور في بعض الجوانب اللي لازم نتكلموا عليها الجانب المهم جدا هو أنه المرفق العام ما يتوقفش لازم الناس نظافة تمشي لازم المية تلحق الحنفيات لازم الكهرباء تبقى لازم الغاز يبقى لازم الإدارة تبقى لأنه واحد توفى لازم تتعامل مع الوفاة إداريا وحد عقود زواج لازم تتعامل معه واحد يحتاج وثيقة مستعجلة في الخارج لازم تتعامل معه الإدارة تمشي عندنا مشاريع ماشية كاينوين توقفت كاينوين لازم نسيروا لازم نسيروا لازم تخليها المرفق العامي لازم يمشي هذا أمر ولابد هذا أمر ولابد لا نستطيع أن نخلق الإدارة العموية للمرفق العامي حاجة الثانية المهمة جدا هي أن ننساهم في عملية التعقيم الأحياء التعقيم المقرات الإدارية بصفة يومية ومرتين في اليوم وبفرق معززة يعني عززنا الفرق هدية كاينوين الأفراد مباشرة عن طريق الوسائل الفردية وكاينوين عن طريق الشاحنات هذا الشيء لازم يمشي ولازم ما يتوقفش لأنه يساهم بصفة محسوسة وهذا الشيء لاحظنا في كامل العالم في الحد من انتشار هذا الفيروس الحاجة الثالثة والثاني اللي لازم المؤسسة المرفق العامية يتوقفش أنه يتابع التواجد على المواد الغذائية لازم ننبهه خصوصا لأنه نحن في تواصل مستمر مع مديرية التجارة عن طريق المفتشية تنتاحهم وين كاينوين ضغط وين كاينوين مستحضر يخص وين كاينوين كل شيء مترافقين كذلك وين تبادلوا المعلومات بصفة يعني آنية ويومية وعلى مدار الساعة مع مصالح الأمن عند الناس اللي تحذر اللي لا تحترمش الحجر الصحي هذا كذلك ماشيين على هذا الصور اللي ماشيين ما تشجعش كتير عن طوابير وكل شيء حتى نقضيو عليها حتى يكون كاين أكثر سلاسة في التوزيع عن المواد الغذائية هذا كامل يبقى الدور زيادة لأنه إحنا مجبارين ويعني من صلاحياتنا أنه من خلال صلاحيات رئيس البلدية الصحة العموبية عن طريق المكاتب الصحة أو الوقاية أنه نتابعوا الحالات المشتبهة ونتابعوا الحالات المؤكدة لما ندخل هنا حتى نأخذوا الإجراءات اللازمة في الموحيط يعني نسميها هدو اللي فوي يعني البؤرة البؤرة هذا هو المحيط البؤرة لما تكون لازم كذلك نساهمه في الاحتواء حتى الناس لا تخرج من الموضوع هذه كامل صور ونتابعوا التدخل على الجماعات المحلية يبقى أنه لقينا صعوبة يعني في التعامل مع هذا التوزيع تعال الإعانات بطريقة نسميها يعني أنا أرشيك بطريقة فوضوية كل واحد يقدر يدير مبادرة كي ينوين المبادرة هذه يعني المقصود منها هو نية خالصة لله أن يعاون عائلة معوزة وكي ينوين هذه المبادرات تجي منها خلفيات ربما سياسية ربما غيرها درك يعني يلقينا رواحنا في كل وقت كل واحد يشاري زوجملة ينسي العيد في فورقون يتصور معها سيد وزير سيد وزير الأول نتبه ودارك هذا الموضوع هذا التوزيع على الإعانات هذا لازم يجوز على المؤسسات التعالدولة اليوم سيد وزير الأول هوجه أن السادة الولاد هم اللي يمكن فين بجمع الإعانات هلاش سادة الولاد ماشي سادة رواسل البلدية الشيء واضح هو أنه على مستوى البلدية أي إعانات تستلزم إجراءات إدارية لازم المجلس البلدي يجتمع ويقبل الإعانات والمداولة هي خاضة على المسادقة على السيد الولي هنا باش نسهلوا العملية السادة والتي يجمعوا وبناء على التجميع أنت حمل كميات توزيع على حساب عدد المؤوزين في كل بلدية هذا الصور لبالح السيد الولاد داركها من خلال بيانتعه لأنه لانه بدنا نخرج من أصل الفكرة أصل الفكرة وش هو أنه الناس تبقى في بيوتها ونعطيوها الإعانة في بيتها على حساب الوضعية أنتع الأسرة ماهوش أنه الناس تجي من كل جيه باش تزيد تكثر الحركة وتجمع بطريقة يعني عشوائية ونعود وتمد بطريقة عشوائية لأنه علاش من بعد ما عندكش مرجع لما جمعية ما أو شخص ما سياسي كان أو حاجة وحدة أخرى لما يجي وزع وش هو المرجع أنتعه ما عندهوش مرجعية المرجعية موجودة عند مؤسسات الدولة موجودة في البلدية موجودة في الولايات وهي التي تحسل قوائم وهي التي تحسل عشوائي وهي هي اللي عندها المرجع لأنه وش ما عندها مرجع مرجع عندك قائمة عن ناس ذوي الاحتياجات الخاصة قائمة عن ناس العديمية الدخل قائمة عن ناس الدخل المحدود كي حقيقة اجتماعية دايرت زيادة على أنه طبقنا ومشينا في التطبيق تقع التعليم التعليمية تأسير الوزر الأول اللي جات في 25 مارس اللي تكلمت على إنشاء الخلايا داخل الأحياء هذه الخلايا اللي تكون عندها متابعة مباشرة من خلية اليقظة اللي موجودة في البلدية وهي متشكلة من منتخابين اللي يسكنين في الأحياء هذه ومشتشكلة من مواطنين متطوعين اللي يكون عندهم الاحترام في الأحياء زيادة على الجمعيات والمنظمات الجماهيرية الممثلة وهذه هي الأصل لازم نجوزه على القانوات الرسمية حتى ما ندخلوش في فوضى عريمة ونتحولوه إلى أزمة اجتماعية أكثر منها أمرها آخر جميل ولابد من التنظيم ولتفاصيل أوفى ضيفية للكريمين حول مدى تطبيق إجراءات الحجر الصحي يحضر معي مباشرة عبر الهاتف الملازم الأول للشرطة رئيس خلية الإعلام والاتصال على مستوى أمن ولاية تيباز اسماعيل بورعدة صباح الخير اسماعيل ببعض خير الأخي يوسف ببعض خير مشاهدنا الكريم والضيف لحضرنا جميل بداية اسماعيل ولاية تيبازة بشارة إجراءات الحجر الصحي الجزئي منذ يوم السبت الثامن والعشرين مارس المنصر اسماعيل حدثنا عن مدى استجابة المواطنين لهذه الإجراءات من قبل كما قلت من قبل المواطنين أو من قبل ساكنة ولاية تيبازة اسماعيل شكرا أخي يوسف صباح الخير يعني مستمعين الكريم أولا أوجي شكر عبر عبارة عبر قناة نوميديا نيوز لكل مواطني ولاية تيبازة حول استجابتهم بالإجراءات إجراءات الحجر الصحي لعرفتها ولاية تيبازة على غير بعض الولايات في المرة الأولى اللي كان من الساعة السابعة مساني إلى غاية سابعة صباحا وانسجلنا استجابة كبيرة جدا يعني للمواطن التيبازي في مختلف نقاط الولايات من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية وهذا ما لمسنا يعني كانت هذه الاستجابة بعد عملية تحسيسية اللي قمنا بها على مستوى كافة النقاط باستعمال مكبرات صوتية حتى بتوزيع مطويات معدة يعني من قبل مدير العمل المواطني على مختلف المواطنين وين كذلك الحملات هذه مصت حتى المحلات اللي كانت مرخصة لها يعني بممارسة نشاطها لاحترام سبل الوقاية يعني وين سجلنا استجابة كبيرة أما بتاريخ الأمس كذلك وين تخلل يعني القرار الجديد لعملية الحجر يبدأ من الساعة تالفة زوالا كذلك نفس الشيء سجلنا استجابة يعني لبس بها يعني وين تعدد 95% يعني بالنسبة لك فتربو على الولاية إلا بعض الأحياء الشعبية اللي تعرف حركية يعني كبيرة نظرا لكثافة السكان يعني في تلك النقاط وين كان هناك يعني نقدر نقول ربما استهتار ولا استهتار بعض المواطنين وين كان طلب منا يعني التدخل يعني والحمد لله يعني لمشاكل الأمور ورجعت إلى نطاقها وين تزم يعني عدد كبير من المواطنين بهذا الحجر اسماعيل أكيد أنكم جنتم كل مصالحكم لتطبيق إجراءات الحجر الجسئي في ولاية تيبازة بالتأكيد الأخ يوسف يعني أمن ولاية تيبازة على غير كل أمن ولاية الأخرى لمسهل الإجراء القانوني هذا صخرة يعني كل الإمكانات المادية والبشرية يعني منذ بداية انتشار أو منذ ظهور الوباء إلى يومنا هذا يعني انتلاقا من اليوم الأول أين شهدت ربوع الولاية عمليات التطهير والتعقيم اللي مست أحياء الولاية باستعمال شاحنات ضخ المياه الخاصة بوحدة حفظ النظام التابعة لأمن الولاية يعني اللي جابت كل الأحياء ويعني ولزالت إلى يومنا هذا تجوب مختلف النقاط لتعاملية التعقيم هذا من جهة من جهة أخرى أنه تم تكثيف تواجد الأمن لقواتنا قوات الشرطة عبر مختلف محاور الدوران مختلف الطرق عن طريقنا دوريات راكبة دوريات راجلة تجوب كل الأحياء انطلاقا يعني العمل كان عمل مستمر من تنظيم من تنظيم للتجار أو حتى المواطنين على مستوى نقاط بيع المواد الغذائية أو المخابز التي كانت تشهد عدد كبير يعني من المواطنين وخاصة أنه الإجراء اللي بدأ بتاريخ الأمس وهو الحجر على الساعة الثالثة زوالا وانشاهدنا يعني سجلنا بعض الملاحظات أنه المواطن كان ما بين الساعة الواحدة زوالا إلى غير الساعة الثالثة يكثف يعني من تنقلات التعويشها إلى اقتناء احتياجاته الضرورية كالمواد الغذائية مثلا أو الخبز وانكنا نسجلوا يعني بعض اكتظار للمواطنين وهنا كانت مصالحنا يعني بالمرصاد وين دخلت وقامت بتنظيم يعني المواطنين حتى في نقاط البيع والتوزيع خاصة كذلك وين سجلنا هذا الأمر عند نقاط توزيع لمادة الحليب والسامي ربما نقول أنه المواطن يعني التخوف يعني التخوف من الإجراء الإجراء هذا يعني من الحجر على الساعة الثالثة وين خلاه يتواجد يعني بتفاة كثيفة في هذا النطاء وخلق يعني بعض من نقدر نقول حتى الاحتكاك يعني الكاتير ادخلنا يعني بدون هوادة كذلك نفس الشيء أنه كثفنا يعني العملية التحسيسية ساعة قبل بداية الحجر عن طريق يعني المكبرات الصوتية يعني وسائل أو سيارات المدير العام الوطني كلها مجهزة بالمكبرات الصوتية جميل تجوه مختلف النقاع دعني أطرح عليك سؤال هل في مخالفات سجلت من قبل مصالحكم يعني من قبل فيما يخص المواطنين الذين لربما لم يحترموا إجراءات الحجر الصحي وبقوا يتنقلون ما بعد الساعة الثالثة أو ما بعد الساعة السابعة شكرا زميل يوسف بالتأكيد أنه من اليوم الأول قلنا أن القرار هذا يصب في صالح المواطن ونسعى كذلك للحفاظ عن الصحة العامة نقدر أن نسميه أنه ما هو إجراء ردعي وإنما يبقى بالرغم أنه هو مخالفة وتطبق في حق المواطن إلى أنه هو وقاية أكثر منه قمع ونقدر أنه منذ تاريخ الأول لبداية الحجر سجلنا عدة مخالفات على سبيل المثال أنه تم تسجيل إلى غاية تاريخ الأمس تلسميات مخالفة عن طريق المركبات أو يعني الناس المتنقلة عن طريق المركبات بدون أي رخصة لا يحملون أي رخصة أو أي يعني داعي للتنقل بدون رخصة بتأكيد بدون رخصة الاستثناءات واضحة الاستثناءات التي جاء بها القرار واضحة في حق موظفي الصحة وصيادلة وغيرهم من الفئات المحددة يعني في القانون الذين يحوزون على الرخصة أما الباقي فهم يعدون مخالفين بالتأكيد أن هناك حالات استعجالية أو التي تتوجه إلى المستشفيات هذه الحالات نتعامل معها بطريقة قانونية حتى في بعض المرات نقوم بمرافقتهم إلى المؤسسات الاستشفائية لتقديم يد المساعدة أما البقية هناك من مستهترين وهناك من يعني المخالفة جاءت عفوية مثل في المرات الأولى أو في اليومين الأولين سجلنا هناك دخول المواطنين يعني من الولايات المجاورة التي لم يمسها الحجر وبالتالي صنفناها كأنها تأخرات للوصول إلى المساكن وبالرغم من ذلك أنه تم تحرير المخالفات في حق المخالفين ونسجلنا كما قلت سالفا 300 حالة أما بالنسبة للأشخاص الراجلين كذلك سجلت مصالحنا لأمن وليات تيبازة 50 مخالفة في حق الراجلين و5 مخالفات في حق مستعملية الدراجة النارية على مستوى كامل قطاع اختصاص أمن الولاية سمعين بورعد المكلف الإعلام والاتصال على مستوى أمن وولاية تيبازة أشكرك على مرورك مباشرة معنا عبر الهاتف نعود للك دكتور محمد قماري عدد كبير من المواطنين استجابوا منهم مثل ما استمعنا إلى الملازم الأول سمعين بورعد لازالوا يستهترون نجدهم في الشوالع مجموعات مجموعات وهم غير واعون بحجم الخطر دكتور الحمد لله بسرعة عامة أنه الاستجابة الوعية لكثير من الناس لهذه المصلحة العامة في الحقيقة اللي هي الحجر الصحي أو الحضر يعني في ساعات معينة الذي الآن شمل كل الولايات وكان خاص ببعض الولايات بسرعة عامة هناك يعني في حدود سبعين إلى ثمانين من المئة من الناس عقلين ووعين وعندهم هذا الاستجابة الطوعية التي فيها إكراه أعيد أنه الإنسان حتى يضع نفسه في بيت وأنه اللي ساعات طويلة فيها إكراه ألا أكيد يعني إحنا من الناس يعني إحنا نعانو كما يعاني بقية الناس وهو شيء غير محبب لكن يعني أنه الإنسان يخير بين صبر ربما إن شاء الله كلما التزمنا أكثر كلما قلت المدة أو أننا نذهب لقدر الله لسيناريوات أخرى يعني غير محبب وحياة وحياة أبائنا والأقرب فهذا هو بسرعة ما والسيد الملازم في الأرقام اللي يطرحها في ولاية تيبازا هي تقريبا تقدر تسقطها على كل الولايات أنه هناك نسبة من الشباب ربما بروح تمرد أنه كسر كل ما هو كل يعني ممنوع مرغوب كما يقال ربما أنه يريد كسر شيء في ذهنه علفت الانتباه إلى آخر فهذه الأمور الحقيقة مش وقتها مناش في مقابلة كرة قدم ولا في حاجة مسألة حياة أو موت مسألة أنك قد تنقل إلى بيتك إلى أمك العزيزة عليك أو جدتك أو وهي يعني هي الحالات الهشة لحد الآن إحصائيا في في مجال كورونا وقد تعرض نفسك أصلا لخطر غير محبب نحن كل روح يعني تقضي عليها يقضي عليها هذا الفيروس عزيزة علينا وغير محببة كل إنسان يدخل للعناية المركزة لقدر الله أو الاستشفاء يعني زملائنا في المستشفيات الآن يصنعون بطولات يعني في استقبال المرضى والعناية بهم وهم يعني بشر نحن الأطباء بشر يعني لنا مخاوفنا لنا يعني الأمو نحن بشر في النهاية فالتعامل معنا رجاء أنا تعامل مع الأطباء أن يكون فيه رحمة يعني أن يكون الإنسان فيه رحمة العيادات الطبية زملائنا في الأغلب يعني حوالي ربما رقم قد لا يكون دقيق في حدود تسعين من المئة أو أكثر أن العيادات تستقبل بصورة ماء للمرضى يعني الآن دخلنا في ترسيب المواعيد أنه مبقاتش أن الناس يروحوا للعيادات في كل وقت بالجملة أصبحت الأمور بترتيب المواعيد والحمد لله كل الناس يعني عندهم الهواتف المحمولة وعندهم أنا الشيء لطلع الندال اللي وجهته لزملاء الأطباء أن يتركوا هواتفهم مفتوحة يعني استثناءا ربما كثير من الأطباء أنه بعد الدوام في العيادة أنه يغلق الهاتف لكن الآن نحن في وقت لابد من كل زملائنا الأطباء أن يتركوا هواتفهم مفتوحة لأنه قد يخفف على مريض عن طريق الاستشارة بالهاتف قد يتنقل لمريض في بيته وكل هذا يصنع المطلوب يعني تصورنا في الأيام الماضية اتصلت بزميل لنا في أمراض الأعصاب قلتوا يعني أنتم ما في أمراض الأعصاب الحمد لله يعني شبه معفيين من القليلة قال لي هناك ناس عندهم ألام شديدة بسبب وجود أمراض شفاهم الله فأنا يقول لي نروح للعيادة حتى أستجيب لهذه الطلبات وأعالج هذه الطلبات فرجاء من البقية بقية الناس أن يفهموا هذا الجهد الذي يبذل سواء في قطاع الصحة في قطاع الأمن للناس يعني أنا طريت مرتين أني نخرج مرة نشوف جارتي ومرة نشوف يعني فرأيت أنه الناس في الطرقات يعني عناصر الأمن يعني تعمل جهدها فلابد من إعانتهم لا إعاقتهم ولابد يعني هذا الجهد هو الذي يصنع مستقبلنا في الأيام والأسابيع القادمة كلما التزمنا أكثر يعني إلا وأسهمنا وخاصة الأسواق رجع يعني والله ما كان عيب عيب في الجزائر ما كانش يعني هذه النضرعة وهذه يعني كل شيء متوفر الحمد لله للأمانة كل شيء متوفر يعني كذاب لكل عكس هذا الكلام وانت تحتاج اثنين كيلو سميد يا سيدين تكلموا بالدرجة ولا فرينا ولا علشت شريع خمسة مقنطارين يقعد يفسد محن تحت معنا يقعد يفسد فالناس والله يعني الناس يعني يستطيعوا أن نخرج من هذه الأزمة إن شاء الله بعد أيام أو أسبوع في سلام جميل إذن الأطباء والممرضين موجودون في المستشفيات من أجلنا فلنبقى في بيوتنا من أجلهم هذه الرسالة التي لربما تود إيصالها إلى المشاهد الكريم أعود إليك سيد علال بوثلجة فيه نقطة لربما أثارت ما قولش غضب وإنما لغط بعض المواطنين وحدة التجار المحلات التجارية خاصة محلات المواد الغذائية كانت تغلق على الساعة السادسة إلى السابعة مساء عند تطبيق أو عند بداية تطبيق إجراءات الحجر الجزئي الذي كانت تبدأ من الساعة السابعة إلى الساعة السابعة مساء الآن من الساعة السابعة إلى الساعة الثالثة ما بعد الزوال تغلق المحلات التجارية البعض يقول لك يعني مش معقول أن المحلات التجارية الغذائية تغلق على الساعة الثالثة بعد الزوال يعني يقول لك تبقى مفتوحة مع مواصلة إجراءات أو تدابير الوقاية الصحية يعني في المتجر ما عليش أنه لربما الإجراء أو الحجر يخلص على ثلاثة ما بعد الزوال ما عليش أنه لربما يبقى محل أو محلين مفتوحين مع مراعاة التدابير الوقائية نرى أننا لا نستطيع أن نكون أذكى من الصين ومن ألمانيا ومن أمريكا في التعامل مع الجائحة هادية دولة مثل الصين داروا حجر على ولاية يوهان اللي فيها خمسين مليون ساكن الجزائر كامل كابلات زي خمسة مليون غلق كلي وتم لمدة عشرين يوم وغلق باستثناءات قليلة لمدة ستين يوم النتيجة واش كانت أنه حبطوا عدد الإصابات من سبعة وتمانين ألف إلى سبعة آلاف في نهاية المدة هذه ووقفوا عدد الضحايا في حدود تلت آلاف وبعض المئات بينما دول أخرى مثل إسبانيا مثل إيطاليا اللي يتأخروا وبقوا في الفلسفة هذه مش لازم المحل التجاري يغلق مش لازم المصنع يغلق مش لازم فولان ما يخرج النتيجة أنه مرام في الأسبوع الخامس وما زالت الضحايا تقارب الألف يوميا في دول الإمكانيات حتى التكفل الصحي هي إمكانيات كبيرة جدا لما تأخذ مثال مثل ألمانيا اللي عندهم سبعة وعشرين ألف يعني عندهم السرير منتع الإناش سبعة وعشرين ألف تأخذ دولة مثل إيطاليا اللي عندهم سبعة آلاف السرير اللي كانت يعني محضرة ما وش بعد إجراءات الاستثنائية اللي زاد العدد يعني كانت موجودة قبل في البداية في البداية إلا كانت قارنها بالجزائر شوف الفرق مستوى التكفل الصحي مستوى الوعية على الناس نحن اليوم شوف احنا اليوم أمام واقع يا إما تقعد 15 يوم في بيتك عندك الخير يا إما تقعد 15 يوم في المستشفى التضحيات اللي هو يتكلم عليها ما نسميهم تضحيات لأنها هي حرب حرب ضد عدو مجهول ما يظهرش حتى أنه لليوم ما زال كاين اختلافات كثيرة ما بالاختصاصين طبيب يعرفهم أحسن منا كاين اللي يقولوا يجوز على الهواء كاين اللي يقولوا يجوز باللمس البارح واحد الخابير ألماني يقول ما يجوزش باللمس تماما لأنه بحثنا في بيوت عائلات مصابة وما لقيناش في القوابض هذا كنت على الأبواب ما لقيناش فوق الفراش ما لقيناش بقى أنه يقول فقط لازم العطس ولازم السعال ولازم الاقتراب وعن طريق الرذب كاين عدة يعني نظريات هذا هو عدة بلوزيوخ بيستران نمشي فيها وحد ما على الأبواب ليوم وش لازم الحل واحد أنه تضحياتها عن الناس هذو الأطيبة هذو البراميديكو يعني التعشيبها الطبي اللي موجودين في المستشفى موجودين في الصف الأول موجودين في الصف الأول ورام يفقدوا يعني الكثير من زملائهم هذو المصالح تعل الأمن هذو المصالح تعل الدولة اللي راهي واقفة وباقية تستمر وتعمل هذو تضحيات انت قعد في بيتك واحد ما قل لكش دير أي تضحية إلا أنك تبقى في بيتك ما لا شوف الفكرة أنه لازم المحل التجاري يبقى مفتوح هذا شوف هذا خطأ لازم نكونوا عندنا مستوى الوعي ما تشوف أنه مثلما كان يتحدث سيد المنازم الأول قال لك يعني ساعتين ما قبل ساعتين الأخيرتين ما قبل نفاذ وقت إجراءات الحجر الصحي قال لك أنه فيه بعض الاكتدار لدى المحلات لدى الأسواق من أجل اقتناء المستلزلة ما تضرورية أنا متأكد أنه البارح واليوم هي مرحلة انتقالية الناس فقط البارح ربما الكثير ما كانش عنده المعلومة متوقعش أن الحجر الصحي راح يكون ثلاثة من بعد القاة الساعة هي الحق الوقت هيا نجري ونقتاني وحاجة تعد دقيقة الأخيرة ولكن ابتداء من اليوم الناس راح تعاوت تأقلم كما تأقلمت مع السابعة مساء راح تعاوت تأقلم مع التالي ثم ساء وماذا لو طبق حجر شامل مثل البوليبة هل فتغلق المحلات نهائيا الله أنا شوفي لكن رأيي الشخصي المتواضع أنا مع حجر صحي تام غلق تام لمدة غير طاويلة عشر أيام خمسة عشر أيام تبادلنا صورة أحسن اليوم الغلق الجزئي خلانا في التطبيق نتاعه خلانا متران نحين يعني ما قدرناش متذبديبين ما خلاناش نتحكمه مية بالمية في الشورب نتاع الحجر الصحي الحقيقي أنا نقول ما راحش يكون خطر على حتى وحد أنه نغلقه موضة 15 اليوم قبل ما نغلقه نحطه نظام كيف أن العائلات اللي ممكن أنها تنقاسم الحجر الصحي هذا وكيف نوصلوا لها يعني الغذاء انتحى للبيوت مع العلم شوف أنه ثقافة العائلة الجزائرة ثقافة الأسرة الجزائرية هي ثقافة راقية بالنسبة لتغذية بالنسبة لكثير من دول العالم إلا كانت تأخذ الأوروبيين الأوروبيين تمشي البيت يشري بالمئة غرام يشري بالمئتين غرام يشري بالعشان تعليم ما تلقاش عنده تاغدوة من ده اليوم لما تمشي البيت بتاع أسرة الجزائرية مستحيل ما تلقاش شكارة طعام مستحيل ما تلقاش العاولة هذا هو ما تلقاش الزيت الزيتون ما تلقاش الساميد ما تلقاش الفارينة ما تلقاش كيلولوبيا ما تلقاش كيلو حمص موجود موجود هذا الحجر لو كان يجي ويكون كلي التطبيق انتعه رح يصبح أسهل كامل المؤسسات منتع الدولة خصوصا المصالح الأمن وكذلك تبانينا صورة مع أنه في نفس الوقت مع حجر كلي نحطه في طار التعليمات على السيد الوزير الأول ونحن مثلا في البلدية نعطيك بيتال عندنا في طار التعليمات حذرنا أماكن وين نستوكيو يعني وين نخزنو المواد الغذائية أماكن رئيسية وأماكن ثانوية في الأحياء حذرنا من خلال الخلايا قوائم انتع الناس اللي لازم نوصلوها حذرنا حتى توجيهات وين الناس يمشيوا المراكز الصحية حذرنا الوسائل نقلت على المواد الغذائية كانت ديسبوزيتيف ديجا بري طبعا يعني رأيه واجد باش نمشيوا الحجر كلي ما نظن باللي وش يبقى يبقى أنه على مستوى تعدول على مستوى رئيس الجمهورية وسل الحكومة نظن باللي عندهم نظرة عندهم فكرة رام يشوفوا أحسن عندهم المعلومات أحسن على هذيك راميشين جزئين ولكن أنا نقول لك الحجر الجزئي هذا ديانت على الثالثة مثلا راح يعطي نتائج أحسن منتعة السابعة مثلا وإن شاء الله الناس يتأقلموا ويبدأ الأمور تدخل في الروتي وهو الأمر الذي نتمنى للتذكير فقط مشاهدين الأكارم فتراجع الأرقام وصحيح أن الأرقام تراجعت في ثلاث أيام الأخيرة تراجعت نسبيا لكن هذا الأمر لا يعني أن تخرجوا من بيوتكم لأن الخطر لا يزال إلى حد الساعة قائما وهو الأمر الذي لربما توافقوني فيه دكتير محمد نعم قلت أنه عشر أيام القادمة هي التي تعطينا فكرة لأن قضية الحجر كل أو جزئي أو هذه قضايا تتبع سيرة الوبائية حسب الوبائية الآن الأرقام عندنا بين 55 إلى 60% من الضحايا رحمة الله عليهم هم في الجزيرة وما حولها يعني بمعنى أن المركز الأساسي الذي كان البوليدا ثم أنه حول تقريبا ولهذا مشى الحجر إلى الساعة الثالثة بعد الزوال في هذه الولايات بش يعرفوا الناس أنه مش عشوائيا هكذا قال هذه الولاية على الساعة الثالثة أو حجر كلي أو القضية علمية يا الناس الخير يعني حتى يكونوا الناس مفاهمين أن الأمور علمية تتبع مسار علمي والمسار العلمي هو تطور الوباء عبر المناطق من خلال مؤشر الإصابات التي تم الكشف عليها نعم ومن خلال عدد الضحايا رحمة الله عليهم فالضحايا لحد الآن في الخريطة الوبائية بين 57 إلى 60 من المياه هي في هذه الحدود يعني البوليدا 100 كيلوميتر على البوليدا يعني بشكون الأمور واضحة ويعرفوا الناس أنه الأمور مخططة بشكل عقلاني وماذا والتزامنا بهذا المخطط هو اللي رح يصنع لغد يعني إما أنه الأمور قد تمضي إلى الحجر الكلي وهو غير محبت يعني الحجر الكلي لا نفضله ولكش واحد يفضله وحتى ربما سيد رئيس البلدية لما تكلم تكلم من باب المصلحة أنه من باب المصلحة إحنا مدى بينا مكرهون 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 إحنا مدى بينا أنه يكون الحجر ساعتين ولا ثلاثة ولكن أمشينا وانت تذكر أنه قبل السبوع كنا نتكلم أنه 12 ساعة حجر مهمة جدا ثم الآن انتقلنا إلى أكثر من 12 ساعة في الولايات المعنية هذه ربما تكون نتيج أحسن إن شاء الله وإذا التزمنا بهذا فلن نحرم إن شاء الله من بين الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثالثة ربما هذه قضية تدابير هذه بقية بعض المحلات مثلا فيما يعرف بالقراند سيرفاس يعني المساحة التجارية الكبرى قد ربما ترخص السلوطات قد ترخص السلوطات لوجود بعضها في قريبا كل حي يكون فيه يعني للحالات ربما المستلزم لكن الأفضل والأحسن البقاء في البيوت تتخذ يعني إجراءاتها ما كاشو حتمت بالشر يعني إحنا أمة موالفة تصوم رمضان ورمضان على الأبواب يعني موالفين نصوبوا في الصيف 17 ساعة و18 ساعة والحمد لله نحن أمة صبر نحن أمة التي تدربت على الصبر فلنصبر ورمضان إن شاء الله يكون إعانة لنا أكثر ورمضان أنا دايما نقول يعني بالمناسبة إن شاء الله نوصله بسلامات وفي خير يعني أنه رمضان أصلا حولناه للأسف بعض الممارسات الرديئة حولت رمضان بشكل تعويض في الليل يعني كأنه الإنسان مشكين كان في النهار ويعوض ليلا بينما رمضان في كل الدراسات العلمية والطبية تقول والعالم الآن فيها مدارس للصوم يعني معروفة أنه الصوم في هذه الساعات أنه متى قلل للإنسان في وقت الإفطار وكان الإفطار تاعه لأنه ما كانش حاجة ترجع الشباب بالنسبة الآن يروحوا ربما العيادات الليفتينج وأنهم يرجعوا شبابهم الدراسات العلمية تقول أنه ما كانش حاجة ترجع شباب الإنسان وتقضي على الخلايا المترهلة كالصوم يعني هذا هو الوصفة الوحيدة أكثر نعم هذه دراسات علمية يعني تقول أنه ما كانش حاجة ترجع شباب الإنسان وتقضي حتى على السرطان لابوبتوز يعني الطباء يعرفوا لابوبتوز في مجال الخلايا كيف تقضي على الخلايا السرطانية فمتى التزمنا الآن في الحجر الصحي وأنه تدريب ربما الأيام الجاية إن شاء الله أنت رمضان المعظم فكل هذا سيخرج بنا إن شاء الله قريبا من ونعود لحياتنا الطبيعية إن شاء الله ما بينكم ما بين مختلف المصلحات الأخرى مثل الشرطة مثل الحماية المدنية هل في تنسيق وكيف تنسيقون في عجالة سيد على البوثلجة كين أكثر من تنسيق كين تكامل نحن جهاز واحد فقط كل واحد مسؤولياته مسؤولياته أمنية والآخر مسؤولياته إدارية نعم رئيس البلدية بحكم مهامه هو ضابط الشرطة القضائية وهو كذلك في حالة الكوارث هو اللي يعطي الانطلاق عن المخطط الاستعجالي ونحن في تناغم وتناسق مستمر وقلت لك منذ قليل أنه نتبادل المعلومات نتبادل التوجيهات نتبادل الأفكار نتبادل طريقة التعامل مع الحجر الصحي مع العملية برمتها مع الحماية المدنية في إطار القضاء على البؤر نتعلوا باء وتكفل بهذه المرضى وكل شيء تناسق تام مع مصالح الأمن كذلك من خلال التعامل مع الحالات الشاذة نتعى الكسر نتعى الحجر الصحي حتى النقاط نتعى الحدود ونجد أن نغلق لأننا مدينة بلدية حدودية مع ولاية البوليدة كل هذا يمشي وعلى هذا كنت نقول مقبيلة هذه التضحيات زيادة على الأطباء مصالح الأمن الإدارات هذه التضحيات لازم لا تذهب بفكر يعني نقول عشوائي ولا فكر نتعى ناس التي تحب تدخل وتخرج وتحب تقضي أوقات هوا كأنها في حالة عادية لازم مستوى الوعي نتعى نيرتقي لاحظ بأنه شوف من رئيس الجمهورية إلى أبسط مواطن الناس كامل مروراً براس الحكومة مروراً بوزير الصحة مروراً بالأطيباء بالاختصاصيين بالمسؤولين على كل مستوى مروراً بالأئمة نحن الأئمة دعيناهم وفي إطار المهام التاح والمساجد مغلوقة ولكن ما بين كل صلاة وصلاة يديروا دعوات يديروا موعيضات تعال ناس يطلبوا منهم أن يبقوا في بيوتهم الناس كامل رأي تدعي لشيء ما عندها حتى معنى أنه تبقى في أمين ناس ما تسمعش هذا النيداء زيادة على وسائل الإعلام يعني كامل وسائل الإعلام المسموعة المرئية المكتوبة كل الناس متافقة على أمر واحد في العالم ما هو فقط في الجزائر نحكم بيوتنا هذا ما كان ما هو مطلوب ما هو شيء ما يقدر شيء يديره الإنسان حقيقة أنه شيء يديره بإكره ولكن ما هو واجب ولكنه أمر ضروري ولكن نرجع للحاقة الإكره ما هو مطلق ربما رجال جاءتنا فرصة أن نرتاحه شوية جاءتنا مع الشعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الشهور لصوم فيها وشهر الشعبان فلنغتنم الفرصة لصوم صوم أيام البير شوف الكثير من نحنا خصوصا ربما اللي عندنا مسؤوليات أولادنا ما كناش نتلاقوهم اليوم عندنا فرصة أن نتلاقوا بأولادنا حتى من الليل نتقلقوا منهم صحيح للنساء في البيوت خصوصا العاملات وربما تعبوا من سنوات متواصلة اليوم جاتهم فرصة أنهم يرتاحوا الإجراءات تعطيتهم أطلاع من دفوعة الأجر هذا ربا ذراتي كين جوانب كثيرة لنقدروا نستغلوها في الجانب الإيجابي بقى أنه جانب أو جانب بين سلبيين هذوك لازم تتعاملوا معا بالحكمة بمستوى الوعي جميل جميل وصلنا إلى نهاية عدد اليوم السيد علال بوثلجة رئيس بلدية سيد موسى أشكرك على الحضور وعلى تلبية الدعوة دكتور محمد أجمار أشكرك أيضا على الحضور وعلى تلبية الدعوة وأشكر أيضا الملازم الأول للشرطة السيد اسماعيل برعد المكلف الإعلام والاتصال على مستوى أمن وليتي بازا أشكرك على مرورك معنا مباشرة عبر الهاتف الشكر موصول إليكم أنتم مشاهدين الكارم على طيب الإصراء والمتابعة ألقاكم في موعدة مقبلة بحول الله إلى اللقاء